اشتركوا في القناة ونصف أن تعلن عن زوابان كامل للشبورة المائية بالنسبة للحركة المرورية بشكل عام طبعي لا تعديل لا تغيير في أي من المسارات على شبك الطرق السريعة كسفات وضبط عالية في الحركة المرورية القادمة من طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي والقادمة من طريق القاهرة أو بقى مش هنقول القاهرة هنقول اسماعالية القاهرة الصحراء وبالقرب من مناطق موقف العشر من رمضان وإحنا متجين إلى مناطق الكلية ومناطق الهايكستيب وجزرتيتو كل المناطق دي بتعاني من كسفات عالية جدا في الحركة لما بنتكلم عن كبرى 6 أكتوبر وبنتكلم عن كبرى 15 مايو أيضا كسفات للقادمة المتجه إلى مناطق مدينة نصر ومناطق مصر الجديدة ومناطق الجيزة كبرى 6 أكتوبر كبرى 15 مايو البدائل ممكن كبرى عباس ممكن كبرى الجامعة عن استكمال الريحلة من صلاح سالم مباشرة إلى كبرى عباس إلى مناطق كبرى الجامعة أيضا القادمة المتجه إلى مناطق الجيزة كبار أصل النيل والجلاء في اتجاهتك من وإلى مناطق القاهرة ومناطق الجيزة برضو ما ننساش أن هناك غلق لميدان التحرير من ألا آخر بيفتح الميدان وبعدين يغلق الميدان يفتح الميدان يغلق الميدان لكن هو دلوقتي حاليا مغلق أمام الحارقة القادمة والمتجهة إلى مناطق أصل العيني ومناطق وسط البلد أيضا القادم من مناطق الجيزة مرورا بكبار جلاء أصل النيل بنتاجه يمينا إلى مناطق المنيل أو يمينا مباشرة في اتجاه نفأ كمال الدين صلاح ومناطق القاهرة بشكل عام زحام ما بعد زحام في إقليم القاهرة الكبرى وفي كل المحافظات تخيالوا إحنا قاعدين في أوضة في بادروم في أعمارة سنقول 100 دور الأعمارة هي مصر إحنا قاعدين في أوضة أوضة دي مساحتها 5% من مساحة مصر 95% من مساحة مصر من عرفش عنها حاجة يعني سيبين الأعمارة كلها وقاعدين في أوضة في بادروم ممكن ده حيبقى يعني نقاشنا النهاردة وبنفتح ملفات وبنبحث قضايا المهم إن إحنا يعني من خلال هذا التنوير وهذا الإرشاد إحنا بنقول إن إحنا عندنا إمكانيات وعندنا من القدرات والقامة والقيمة المصرية والشخصية المصرية اللي إحنا ممكن نبقى فيه عندنا اكتفاء ذاتي في كل حاجة كل مواردنا متاحة الصحراء وإمكانية استزراع أراضي زراعية ووجود أراضي زراعية وإستبدال الصحراء بأرض زراعية ده ممكن كل كلام ده كل ما بنقولوش من منطلق كلام تلفزيون كده ونهارك سعيد ومش عارف إحنا بنتكلم كلام من منطلق خبرات من منطلق قدراء متقصصين فهمين وعمين مهمومين بمشاكل مصر ناس عاملين دراسات واخدين دكتورات واخدين عندهم أفكار عندهم ثقافة عندهم علم عشان كده إحنا نتمنى إن كل الأجهزة المعنية ورئاسة الجمهورية وكله يبقى معنا وامتابع من خلال الخبرات اللي بنجيبها هنا في نهارك سعيد نهارك سعيدنا ويشرفنا ومشاهدين يكون منورنا نهارك سعيد الأستاذ الدكتور علاء رز خبيل الاقتصاد الاستراتيجي أهلا بيك أحنا بيك سعيد الله خبيل الاقتصاد الاستراتيجي أهلا بيك كل التحية للمشاهدين عايزين حضرتك تخرجنا من الواد الضيق للواد الأوسع 5% إحنا قاعدين في مساحة 5% من مساحة مصر دفاف النيل نهر النيل ولا احنا شايفين النيل ولا احنا بنستمتع بنيل ولا احنا مش عارف ايه لكن بنتكلم عن 95% إمكانيات الاستفادة بأقل إمكانيات مادية يعني انت عارف ان احنا برضو على قد حانا هو الحقيقة طبعا احنا في البداية بنقول اللي احنا عايشين على 5.2 من 10 فالا من مساحة مصر لو قلنا مساحة مصر حوالي 240 مليون فدان نحن نقطن على حوالي 6.5 أنا كنت عايزة أقول 6% لكن ترددت وقلت لا 5.2 من 10 من مساحة مصر 5.2 من 10 من مساحة مصر نحن نقطن على 5.2 من 10 بالتالي في 94.8 دي اراضي تماما بعيدة تماما عن الزحف العمراني عن السكان وبالتالي مصر فعلا لابد من وجود استراتيجية حقيقية للخروج من الوادي الداية اللي احنا فيه الى رحاب مصر الواسعة وده اعتقد انه هو ده ما يمازل مرحلة الحالية ان احنا ما عندناش فعلا رؤية استراتيجية ملمة ابعاد التخطيط الاستراتيجي طويل المدى او متوسط المدى بل بالعكس احنا بنحاول اللي احنا نقتصر على التخطيط قصير الاجل القصير كمان منه اللي هو لا يتعدى شهر او شهرين وبالتالي لابد ان احنا بطبيعة المرحلة الحالية لابد ان يكون فيها عندنا رؤية استراتيجية هذه الرؤية لابد ان تنعكس على حوالي من 30 الى 50 سنة هذه الرؤية لابد ان ينبسك منها غيات قبرى بنحاول ان احنا نحققها على مدى من 7 الى 10 سنوات منها على سبيل المثال رفع مستويات المعيشة القضاء على مستويات الفقر التي تعدى 60% القضاء على البطالة هذه غيات قبرى بنحاول ان احنا نحققها ولكن عشان حتى نحقق الغيات القبرى مع الرؤية الاستراتيجية لابد ان يكون عندنا دراسة للوضع الراهن دراسة حقيقية للوضع الراهن بما فيه من تحديات وما فيه من بيئة داخلية أو بيئة خارجية ما هو الكلام اللي حد نتكلم فيها دكتور على اساس ان كلامنا برضو يبقى من منطلق دراسات وابحاث بس الدراسة دي لابد نستهد على قاعدة هائلة من المعلومات وقاعدة حقيقية جدا من المعلومات عندنا المعلومات احنا عندنا معلومات ولكن للأسف احنا عندنا اتجاهات كتيرة او رافق كتيرة للمعلومات يعني مثلا جهاز الاحصاء ده برضو مصادر المعلومات مركز دعم القرار في مجلس الوزراء مركز من دعم برضو المعلومات احنا مشكلتنا مشكلة ارقام مشكلة ارقام واجهات عديدة ومتعددة وده يطلع لك احصائية وده يطلع لك احصائية وده بره ما فيش الكلام ده يعني بره حضرتك تلاقي مثلا بس الارقام متقربة دكتور يعني الاحصائيات متقربة يعني ممكن تاخد متوسط بس للأسف لا تعبر عن الواقع يعني مثلا بره مثلا مش دقيقة لا تعبر عن الواقع مثلا بره مثلا نقول مثلا اوباما ممكن ينجح ب 51% يتلاقي ينجح مثلا ب 51% واثنين من عشرة او ينجح ب50% وثمانية من عشرة المعيار للانحراف ضئيل جدا لكن عندنا منقول مثلا سي هينجح مثلا بنسبة 80% لا وصل الى 50% او 51% بالكاد ففيه فجوة كبيرة جدا بين الواقع والمستهدف وده مشكلتنا الحقيقية الآن ان احنا عندنا فجوة كبيرة جدا بين الواقع اللي احنا عايشين فيه والمستهدف اللي احنا عايشينه عشان كنا بنقول لابد من وجود تخطيط استراتيجية حقيقية هذا التخطيط بيؤدي إلى تحقيق الغيات الكبرى اللي أنا عايزها وبعدين نبدأ بقى التخطيط ده يقول ما هي الأولوية الحقيقية للبدء في المشروعات نبدأ بأني مشروعات احنا عندنا مشروعات كتير جدا يعني فيها عندي مشروعات لو انا قسمتش المشروعات بنجد ان يبقى قسم تلات احنا دلوقتي بنتكلم في اطار الخروج من الوادي الضيق الى الوادي الاوسع من 5% الى 95% انا بتكلم الوقت على الرؤية وبعدين غاية كبرى الرؤية بتاعتي ان انا اعمل استراتيجية حقيقية للخروج من الوادي الضيق الى رحاب مصر الواسعة ده واحد الخروج ده هيؤدي الى ان انا حدد لا مش واحد الرؤية بتكون حاجة واحدة بس ده بداية بخرج منها بغاية كبرى الغاية الكبرى بتقول ايه هي المشروعات اللي تمكنني ان انا احقق هذه الرؤية فبقول المشروعات عندي ممكن بتنقسم الى مشروعات بنية اساسية فيه مشروعات تلموية سواء زراعية او صناعية او خدمية فيه مشروعات خاصة بالاسكان والتعليم الى خدمات يعني تمام انا ابدأ به انا مشروع ابدأ به عشان احقق الغاية بتاعتي لانا مشروع تنمية وتعمل سينة ليه ليه لانا ده بيصد الامن القومي او في تحقيق الامن مصر القومي وصد اي اعتداء من الجهة الشرقية خاصة الجهة الشرقية ملاغمة واحنا عارفين على مدار التاريخ مصر بتتعرض لاخطار من الجهة الشرقية من جهة فلسطين او اسرائيل بمعنى اسرائيل انا اراضي صالحة للزراعة فالتحقيق صالحة للزراعة ايوه صالحة للزراعة انا ما زورت بيه العبد انا ما زورت بيه العبد لا يوجد هناك مياه معتمدين على بعض مياه الامطار وتوجد هناك حضائق من الاشجار من النخيل معتمدة على مياه الجوفية في سينة ممكن استزراع كان فدان هناك يعني تصل يعني احنا لما نقلنا 80 الف لا اكتر بكتير يعني نقلنا مشروع تنمية وتعمير سينة اللي وضع في 79 كان مقدر له ان هو يستزرع حوالي 500 الف فدان احنا بقول الوقت احنا ممكن نحقق 800 الف فدان على وجه من سنة الى ثلاث سنوات ممكن نحقق هذه المساحة الكبيرة جدا ممكن تضاف الى المساحة الزراعية مع توطين ده برضو الرؤية بتاعتنا مع توطين لو شفنا الخريطة مثلا بتاعت سيناء هنجد ان مساحة سيناء بتعادل 6 واحد من 10 من مساحة مصر حقيقة 6 واحد من 10 من مساحة مصر لو انا قلت على محور قناة السويس المفروض من المحاول المهمة جدا اللي انا المفروض ابدأ بيها وكداولة تبدأ بيها هذا المحور من قناة السويس لابد ان انا اربطه تماما مع محور القناة محور اللي هو سيناء وبالتالي اضم سيناء كلها بما تقدر من المساحة 6 واحد من 10 الى محور قناة السويس بمحافظات القناة الثلاثة مع محافظة الشرقية كمان عشان بالبيس والعاشم الرمضان تمهيدا ليه اللي انا اتكلمت باحدك قبل كده قلت نقل العاصمة او مشروع نقل العاصمة اللي احنا بنعمل المسلس قاعدته القاهرة الحالية في الاسماعيلية مع العاشم رمضان او بالبيس ورأسه ورأسه الاسماعيلية على مدار 50 سنة هذا المسلس بعد 50 سنة بيتم الاتجاه به مباشرة نحو سيناء وتبقى رأسه رأسه المسلس هي الاسماعيلية والقاعدة على الحدود المتاخمة بيننا وبين فلسطين وده ضرورة ولابد من البدء الفوري ده امر قومي احنا تعلمنا الامن القوم من الوقت خلاص اللي هو التنمية الامن القوم لأي دولة هو التنمية ولاس اعداد جيش او جيوش للمحاربة الامن القوم لأي دولة هو التنمية فلابد اللحظة نسرع فورا بتنمية سيناء وده ممكن الخريطة بتاعة مصر كلها لما نقلنا مثلا عشان نعمل محاور التنمية مثلا انا شايف المحور اللي أنا ممكن عن قرب وزورته قريبا اللي هو محور طريق القريمات الصعيد اللي بادئ من حلوان 15 مايو أنا أعتقد ده المسافة كمان بينه بين نهر النيل قريبة جدا 25 كيلو 25 كيلو يعني من بني سويف للنيل حوالي 10 كيلو بتبدأ تتسع شيئا لأن فيه كيرف جدا للنيل لو انت شايف حضرتك فيه كيرف للنيل القاهرة لغاية هنا بتبدأ تتسع شوية هذه المساحة بتعادل 4% من مساحة مصر المساحة دي الصالحة للزراعة فورا محتاج قرار رئاسي إن نبدأ نحن القرامات القرامات دي بالذات رأي القرامات ونحن نتمنى يكون في ناس بتتبعنا وبتتبع الفقرة وبتبع نهارك سعيد وحضرتك نحن من خلال حضراتكم بنعمل تنوير وبنعمل إرشاد وبنفتح ملفات بنعتمد على إمكانياتنا الزاتية في مصر وبنقول إن إحنا فيه إمكاننا نحن نبقى فيه اكتفاء ذاتي بعيدا عن أني مساعدات خارجية بعيدا عن صندوق النقد الدولي وبعيدا عن القروض بعيدا عن أي حد أنا أعتقد إن إحنا عندنا إمكانيات وقدرات هائلة إحنا عندنا إمكانيات هائلة لأن أكبر إمكانيات بتواجه أي دولة أو موجودة في أي دولة الإنسان والأرض نحن لدينا الإنسان لدينا 90 مليون 90% من 90 مليون شباب وبالتالي كلام ولا دراسات ده حقيقة حقيقة يعني عشان ما نتكلمش كلام وفي ناس تكون شافانا دولة نزعم لا تتكلم نزعم لا تتكلم نزعم لا أنا بتكلم بقول من خلال حضراتكم طبعا من خلال الخبراء ومتخصصين الفاهمين المهمومين بمشاكل مصر بقول إن إحنا ممكن جدا إن إحنا عندنا اكتفاء ذاتي في كل حاجة في حياتنا ممكن جدا إن إحنا نعتمد على قدراتنا على قامة وقيمة الشخصية المصرية مهم جدا عندنا خير في بلدنا المفروض إن إحنا كلنا بنلقي الدوء عليه بنأمر نزبط عليه بحيث إن إحنا نستفيد من هذه الخيرات بحيث إن إحنا نخرج من 5% اللي إحنا محشورين فيهم في خلوص وشارع شبراء والدلتا والشرقية والغربية ومش عارف إيه بتاع ونخرج لمساحة 95% تمام أنا متكلم على موارد مصر الحقيقية المتاحة اتكلمت عليها من نمازج دول كتير جدا انطلقت من الاهتمام والاعتناء بالإنسان المصري بالإنسان بتاعها مثلا زي اليابان اليابان ليست فيها أي موارد بل لا يوجد فأراضي حتى صالحة للزراعة ولكن اليابان استطاعت بالاهتمام بالإنسان الياباني أن تحقق النهضة بل معجزة اليابانية كذلك دولة زي ماليزيا ماليزيا دي طبعا ما فيش فيها أي موارد ولا صراوات طبيعية أو حتى مادية ولكن استطاعت بالاهتمام بالإنسان هناك أنها تحقق الطفرة والمعجزة الاقتصادية في أسيا. فإحنا عندنا الإنسان المصري. وأعتقد أن الإنسان المصري بنا حضارة. الإنسان المصري طموح. وعنده إرادة حديدية. إذا استطعنا أننا بمزيد من أننا نكون إدارة رشيدة. أتكلم على إدارة رشيدة. أننا نحقق الحلم الكبير جدا. أن مصر تتولى وتكون دولة. أعتقد أن دولة متقدمة في محيط العربي والإقليم. حلم من الأحلام. وحضرتك نادت بي. وحضرتك قلت عليه من خلال نهارك سعيد. وبعدين يوم والتاني. والتالت والرابع. ولاقينا أنه فعلا فيه معشرات إيجابية من معالي وزير النقل. وشرح وقال أن هناك اتجاه للبدء في اتخاذ إجراءات تنفيذية لإنشاء كبري. حيربط جزيل التابوك في السعودية بشرم الشيخ. 28 كم. المسافة بينك ومن السعودية دولة تتبقى 20 دقيقة. طبام. بالسيارة. يمكن معنا برضو حالك تشرح. لأن ده فكرة سعيد. وبالزبط. وبالزبط. ومنقوا فقالا في إدغز إجراء تنفيذي. نحن بقى أشوف الرواج السياحي اللي ممكن يحصل. التفرق والنهضة اللي في سيناء اللي ممكن تحصل. كنتيجة لإنشاء هذا الكبري. الحقيقة الكبري ده من أول الأشياء اللي أنا ممكن نديد بيها. ممكن بعضها قيام الصورة تحديدة. ممكن قابلي كان بينادي بيه. ولكن أنا قلت ده مطلب حقيقي لتحقيق الأمن القومي. لأنه لابد إحنا نعيد فورا تنمية سيناء. لأن سيناء في خطر الآن. فهذا الجسر يعني نحن ممكن نقول نهارك سعيد عمل كبري بالنصف والسعودين. آآ طبعا. وأتمنى ذلك إن شاء الله. لأن هذا الجسر اللي هو حوالي 48 كيلو. بيربط بين شرم الشيخ إذا ما إحنا شايفين في الخريطة شمالا. مرورا بجزير الطيران. ثم مرورا بمنطقة تبوك الوقاع في المملكة السعودية. رأسه حمايد هناك. بطول 48 كيلو. من الممكن اللي احنا نقطعها في حوالي 25 دقيقة بالسيارات. هذا الجسر فيه كمان خط ستة حديثة. هي صحة 28 كيلو متر المسافة؟ 48 كيلو متر. 48 48 كيلو متر بالضبط. بما فيه من المداخل والمخارج. 48 كيلو متر. لو دخلنا المداخل والمخارج بـ 48 48 كيلو متر بالضبط. برضو مسافة أولينا. مسافة أولينا جدا. زي إينا والأسر. إينا والأسر أبعد كمان. لا إينا والأسر. 6 كيلو متر. لا. طبعا. هذا مسافة. وده الشكل المقترح لهذا الجسر البري. أعتقد أن هذا الجسر تكلفته مش عالية جدا. تكلفته تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار دولار. أعتقد أن الجانب السعودي هيتكفل به. وحتى لو ساهمنا بجزء كبير منه. أنت عرف حضرتك هذا الجسر من الممكن أنه نعيد تكلفته خلال من سنة إلى سنتين. وهيوفر لنا 600 مليون دولار قيمة مرور البطرول السعودي في الأراضي المصرية في السنة. في السنة هنأخد 600 مليون دولار من المملكة العربية السعودية. نتيجة مرور خط الأنابيب السعودي البطرول إلى البحر المتوسط. فممكن خلال من سنة إلى سنتين أنه نحن تكلفة الكبري أو الجسر ده. وعنده كمان 5 مليون مدمر وحاج على التعليل ببطر الكبري ده؟ لا. ده أكتر من كده. من الممكن أنه نحن يمر على الكبري أو الجسر ده 25 حاجة ومعتمر من مصر ودول المغرب العربي كلها. والخليج ممكن؟ والخليج طبعا. لأنه ستبقى بالنسبة لدول الخليج. شرم الشيخ ومنطقة السيناء ومنطقة سياحية واحدة. ده أين بقى عباب المان دبقوا؟ بالضبط. فمن الممكن بالسياراتهم الخاصة. أنه من الممكن جدا أنه يعبرهم إلى شيء بجزير السيناء. وبالتالي ستكون قرى سياحية. والسياحة ممكن تعود لنا من خلال دول الخليج العربي. خاصة قطر وخاصة الأمارات. من الممكن أن هذا الجسر يحقق نقلة إقصادية ونقلة تجارية ونقلة سياحية. ونقلة زراعية لمنطقة سيناء. وبالتالي ستصد أي اعتداء من الجاة الشرقية. وبالتالي سنقدر ننمي سيناء وتكون خط البداية الحقيقية نحو أي اعتداء من جاة الشرقية. دي تأخذ معنا كم سنة؟ 3 سنين. النقلة. 3 سنين. 3 سنين بالزبط. 3 سنين. 3 سنين. لو بدأنا الآن. لو بدأنا الآن بعد 3 سنين هنجن الصمار. 3 سنين وتبقى في نهضة سيناء ويهة مصرية. ونجن الصمار. مع أن هذا المشروع من الممكن أن يحقق لي نسبة بطالة أقل شوية. لأن هذا يدخل لحوالي 300 مليون عامل. وبالتالي سأقدر أن أقضى على مشكلة البطالة. خاصة بين فئات الشباب الآن. طيب عازل الحضرتك نقلة كبيرة بقى. من سنة لمطروحه الوادي الجديد. الوادي الجديد مساحتها 64% من مساحة مصر في الوادي الجديد. صحيح. كلام ده صح؟ صحيح. كيفية الاستفادة من الأراضي من المساحات الواسعة في الوادي الجديد. إزاي أنني دخلها في إطار عمراني. في إطار نهضة مصرية. في إطار مصر الحديثة. أننا نستفيد من كل هذه المساحات. الحقيقة أنت تتكلمني في موضوع برضو. أنا ممكن اقترحته وقلته من ضمن التخطيط. لو شفنا الخريطة بتاعة مصر. هنجد مثلا في محافظات بتستحوذ على نسبة كبيرة جدا. من المساحة الكلية للبلاد. زي محافظة وادي الجديد. عشان كده أنا بقول لابد من عارة التقسيم الإداري والحدودي بين المحافظات. ولتكن برضو اقتراح. أنا أتمنى أن نحضرتك مع برنامج نهار السعيد. أنت قلت لي أن نحضر المحافظات نعملها أفقية. لا أطبع أطبع أفقية. هنبدأ أن نقسم المحافظات لغاية القناة. رغم أن أنا كنت قادبي لكن أنا برضو أفقية دي. ما دقلتش معايا قوي. أفقية. ففاهم هاني وفاهم برضو مشهادين معايا. هنبدأ أن نقسم محافظات مصر ابتداء من محافظة أسوان أفقية. بحيث أن كل محافظة هتأخذ نصيب من نهار النيل. وليكن مثلا 25 كيلو طول في نهار النيل. ويكون لها منفز على البحر الأحمر. كل محافظة كده من أول حدود ليبيا حتى البحر الأحمر. هتبدأ تأخذ المحافظة بطول مثلا 25 كيلو. المحافظة اللي بعدها برضو هتأخذ 25 كيلو. هيبقى بعد مثلا أسوان محافظة لغسر. هتأخذ 25 كيلو من نهار النيل. من الحدود مع ليبيا حتى البحر الأحمر. ويكون لها ميناء على البحر الأحمر. بالتالي احنا بنعمل كده تأسيم حقيقي بين المحافظات. حتى كل محافظة تستغل في أكبر قدر من الممكن من العمران والتخطيط. وفي نفس الوقت هيكون لها منفز على البحر الأحمر. ممكن يكون ده ميناء للتصدير. من ممكن يكون برضو خط سياحي برضو كبير جدا. مع دول شرق أسيا. فأعتقد أن ده ممكن يسبب نقلة حضارية كبيرة جدا في المستقبل. لأن انتحدك لما تقول محافظة زي محافظة الوادي الجديد تستحوز على أكثر من 60% من مساحة مصر. فهذا بالرغم أن عدد السكان حوالي 200 ألف نسمة. فأعتقد أن عدد السكان مع المساحة أمر غير منضبط وغير متوازن تماما. فلابد أن نعيد التوازن بين عدد السكان والمساحات المخصصة للمحافظة. أتمنى أن نبدأ في هذا المشروع. لأنني أعتقد أن هذا بداية حقيقية لامتداد على الجانبي. نهر النيل بمساحات بعيدة شوية عن نهر النيل. من الممكن أن نحن في أول سنة نبدأ من على نهر النيل 25 كيلو شمالا و25 كيلو شرقا وغربا. وبالتالي ممكن أن نوقع أن خلال ثلاث سنوات مساحة الأراضي المنزرعة في مصر ستتعدى حوالي 20 مليون فدان. وأعتقد ده مطلب حيو الأمن القوم من مصر. دكتور سيبقى برضو فيه مشكلة ستقابلنا. الألغام اللي موجودة. الألغام اللي موجودة. ده بالنسبة لمحافظة الودي الجديد. لكن بالنسبة لمحافظات مثلا مطروح. وبرضو حدود مع اسكندرية بالعالمين بسيوة. فأعتقد المنطقة ده كلها طبعا. أنا عارفين أن كانت منطقة حرب عالمية تانية عام 1944 و45. أنا لاحظ بك. هتقابلنا مشكلة. طبعا المساحة. هل لها؟ المساحة يقدر الخبراء أن المساحة التي يمكن أن تكون صالحة للزراع 3.5 مليون فدان في المنطقة ده كلها. ولكن ما يمثل مشكلة حقيقية في هذه المنطقة هي وجود ألغام منذ الحرب العالمية التانية. الخرائط بتاعة الألغام موجودة لدى القوى التي دخلت مصر. نحن ممكن أن نعمل مطابة دولية بها. وبالتالي نحن نطالب من هذا البرنامج أن نطالب الدول التي دخلت مصر في الحرب العالمية التانية. ودارت معركة العالمين على أرضنا. بإزالة الألغام. بإزالة هذه الألغام. مع التعويض المناسب عن الفترة السابقة نتيجة عدم التنمية. نتيجة الإضرار بالأرواح. طبعا في نسبة أعاقة عليها جدا في المناطية دياتي. فنتمنى أن الدولة المصرية تتجد بخطوات إيجابية وحقيقية. وملموسة على أرض الواقع نحو المنادى بهذه الخرائط مع التعويض الملئم والمناسبة. بس دا هيعمل غيرة دولية. لأنك هتزرح أمح. ما هي دي المشكلة؟ ما هي دي المشكلة؟ صح حتة الغيرة الدولية؟ أنت عرف حتاك المنطقة دي فعلا كانت هي المنطقة اللي كلمت وزرع قمح للدولة الرومانية والدولة اليونانية قديما. المنطقة دي اللي احنا تلاتة ونصف مليون فادقان. فكانت دي مركز غلال العالم. أنا أمعاك في التاريخ. لا 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 تمام يا خاند. يعني أنا أمعاك في التاريخ. لا أنت أدمي بس بسم الله مصرح. مش أقولك لا يعني. أدمي بس بسم الله مصرح. هم مش عايزيني ننزرق أم. فلابد أن احنا فعلا نبدأ في مرحلة الاكتفاء الزاتي. لأن في عددنا مشكلة كبيرة جدا أن 75% من احتاجات من الغذاء ساتة اللوة بيتم السرادة من الخارج. وده مشكلة كبيرة جدا بتهدد الأبنين القوم. لأن احنا ما عندناش قرار سياسي ممكن أن احنا نتخذه في ظل هذه الأوضاع المتردية. واعتمدنا على الغير حتى في الغذاء. طب حننتقل بقى نقلة تانية برضو معنا ديئتين ثلاثة. المخرج دائما معي على الإيربيس بيقولي. خذ حضرتك فلما ما كلمنيش بحنا معنا برضو لسه ديئتين ثلاثة. طبام. بننتقل للقاء حضرتك مع الرئيس بشير رئيس السودان. وكت حضرتك برضو من أول من نادى بالطريق البري اللي حيوبط مصر بالسودان. ويمكن ده قريبا جدا حيكون فيه افتتاح. أنا بس بقولي الكلام ده علشان برضو يرجع الفضل لصاحب الفكر. ومدى مساهمتها فيه تحقيق إيجابية ونهضة مصرية سودانية. تمام. أنا طبعا رجل اقتصادي في المقام الأول. ولكن أنا درست استراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية. درست فيه جميع المجالات بما فيها قطاع النقل. وأعتقد أن قطاع النقل أو اهتمام بالنقل النقل الاستراتيجي. هو البدال حقيقية لأحداث نهضة اقتصادية حقيقية. وممكن لو شفنا دولة زي أمريكا. نشوف قطاع النقل هناك. والخطوط السكة الحددية وخطوط البرية على أعلى مستوى. وبدأ بيمكنها من إحداث طفرات اقتصادية هائلة. فلالبدال الحقيقية لأي تطور وأي نهضة اقتصادية. لابد من الاهتمام بالنقل. سواء بكل فروع. سواء النقل النهري أو النقل البري. أو حتى النقل الجوي. فزيارتي للسودان ومقابلتي مع رئيس البشير هناك. أعتقد أنها كانت مسمرة جدا. وكانت بعد ما ترشح لرئاس الجمهورية في البداية. وتم صافر يبناء على دعوة من رئيس الجمهورية السوداني. وعمر حسن البشير. والحقيقة أنا فتحت معا ملف ملف. إذا كان هناك تكامل اقتصادي حقيقي. والبداية الحقيقية لابد من إحداث تكامل تجاري في البداية. والمعاوق الرئيسي بين البلدين هو عدم وجود خط بري وخط سكة حديد بين البلدين. الحقيقة أنه قال لي أنا أتمنى أن يكون فيه خط بري. وفعلا وبدأ من هذا التوقيت إنشاء خط البر بين مصر والسودان. مرورا بوادة حلفة ودكارية المنطقة العازلة بين الدولتين. فأعتقد أن هذا يكون بداية لإحداث رواج تجاري بين البلدين. هنعكس آسره على الشعبين. وأعتقد أن هذا البداية حقيقية فعلا أن مصر تتجه فعلا إلى السودان ووسط أفريقيا. لأن وسط أفريقيا تتجه دول حضو النيل كلها. لابد أن مصر ترجع لها لأن هناك مشكلة كبيرة جدا أن يتواجهنا في الفترة القادمة. وهو نقص المياه عن مصر بمعدل 18 مليار متر مكعب خلال عام 2017. وده يهدد 60% من مساحة مصر. فأعتقد أن مصر لابد أن نتتجه فورا إلى السودان. وخاصة كمان مش الشمال. خاصة جنوب السودان. خاصة أننا فيها عندنا مشروع قناة جونجلي هناك. فأعتقد أن وديكاية ممكن توفر لنا خلال الفترة التي أمناها 150 مليار متر مكعب من المياه. فأعتقد أن هذه بداية حقيقية بحلالة. لأننا لازم نتجه إلى شمال السودان وجنوب السودان. لأن هذا أمن قومي مصري الحقيقي. فلما طرحت الموضوع على سيادة الرئيس عمر حسن البشير. أبدأ ترحبه جدا بهذا الموضوع. وتطرقنا إلى موضوع خط السكة الحديد. وخط السكة الحديد للأسف يمكن الاستعمار حاول أنه نفرق بين مصر والسودان. حتى في الطرق والمواصلات. فنجد مثلا أن خط السكة الحديد عندنا في مصر أكثر اتساعا من خط السكة الحديد في السودان. وده عشان يعيق حيثة التكامل حتى بين مصر والسودان في النقل والمواصلات. الحقيقة في تكنولوجيا حديثة القاطرة. ممكن أن تديق وتوسع حركة السكة الحديد أو العجل. فممكن أن نستعين بهذه التكنولوجيا الحديثة. ونتغلب على هذا المعوق الهم جدا. الذي أضر بالاقتصاد المصري والاقتصاد السوداني كمان. بل واقتصاد العرب والإسلام على مدار عقود طويلة جدا. فأتمنى أن نبدأ الآن قبل أن نبدأ غدا. فالبدال الحقيقية لابد أن يكون عندنا رؤية. وإحنا للأسف الفترة التي فيها بعد الثورة حقيقة لا توجد رؤية حقيقية لمصر بعد 20-30-50 سنة. الرؤية لابد أن تكون موضوحة واضحة وضوحا دقيقا ويكون عملية. لابد أن يكون هناك مائدة للحوار. الحوار والمفكرين والباحثين والمهمومين بكافة المشاكل المصرية. وإحنا لدينا من الخبرات والتخصصات كثير جدا. دراسات ومحاسات. أنا كم نحاولتك يا فندم. فضل. الحوار لابد أن يتسع الجميع. الجميع. يعني دول أوروبا الشرقية استطعت أنها تحقق زين النهضة زي بولندا. بولندا وزي تشكوستفاكيا وزي المجر. لما انتقلت من المعاصكر الشرقي إلى المعاصكر الرأس المالي. بإيه؟ بالحوار. والحوار مع مين؟ مع الكتلة القديمة والكتلة السورية الجديدة. لأن دي بلدنا كلنا. فلابد أن يكون مئلة الحوار لكل وجميع الأفكار. لابد أن نستعين بالكفاءات. وهما استعانوا بالكفاءات حتى استطاعوا منهم يحققهم النهضة. اللي هو الوقت بقت فيها دولة زي بولندا أو المجر أو تشكوستفاكيا. فأتمنى أن يكون حوار بناء. ويكون حوار حقيقي. تتسع فيه مئلة الحوار لكل الأراء. وبدون شروط. وبدون أي مقدمات. ولابد أن من يكون على قدرة أو استطاع أنه يقعد عمد الحوار تكون عنده أجندة. مش رايح للشول الإعلام يا أستاذ أحمد بيه. تكون هناك أجندة. ويكون هناك رؤية حقيقية. يستطيع أنه يعرضها على المائدة. ويعرضها على الشعب. حتى نستطيع أن نصل في النهاية إلى قواصم مشتركة مننا جميعا. تكون هي دول رؤية المصرية خلال خمسين سنة. ولدينا الإمكانيات. الإمكانيات هي الإسان المصري. ولدينا الباحثين والمفكرين والتخصصين. طبعا. طبعا. لدينا الإنسان المصري. الإنسان المصري باني أعظم حضارة على وجه التاريخ. أقدم دولة في العالم هي مصر. أقدم حضارة مصر. أقدم حكومة هي مصر. لنقصنا الإدارة الرشيدة. والإدارة. والإرادة برضو في نفس الوقت. لدينا إمكانيات هائلة. نستطيع أن نستغلها استغلال جيد. إذا استطعنا توظفها واختيار الكفاءة قبل أهل السكر. في ضوء دراسات حضرتك حضرتك تتربت في الكلام لنهر النيل والمياه. برضو ده هيأخذني بحتة كيفية تفعيل نهر النيل في عملية التنقل ووسائل النقل من وإلى الأماكن المختلفة لتخفيف الأعباء عن الطرق البرية. إزاي نفاعل نهر النيل في المرحلة في إطار استراتيجية ودراسة للأستاذ الدكتور على قريس. الحقيقة برضو من ضمن الحاجات التي أرقتنا شخصيا. لما أرى مصر من أكبر دول العالم في حوادث الطرق. ده أحصائيا. مصر أكبر دولة في العالم في حوادث 25 ألف حدث سنويا. و22 مليار خسائر سنويا. خسائر مصر على اقتصاد المصري 22 فعلا. جبت الرقام دي منينا فينا. متى نهي اللي عليها بالمنطل. تمام. 22 مليار فعلا قيمة خسائر الاقتصاد المصري نتيجة حوادث الطرق. للأسف 60% من الحوادث سببها النقل التقيل. 60% على الأقل من حوادث الطرق سببها النقل التقيل. الحاجة اللي شدتني فعلا. وقلت لابد أن أبدأ أبحث فيها. أن تقريبا جميع محافظات مصر على نهر النيل. بداية من السودان. وانت طالع لغاية حتى دميات محافظة دميات. كل محافظات غالبية محافظات مصر على نهر النيل. ما المانع إذن أن نستفيد من نهر النيل في النقل النهري. وكون بديل على النقل التقيل اللي بيسبب حوادث كثيرة جدا. من الكباري والقناطر والمحاطر الخيرية. وكل الحاجات والمعوقات اللي موجودة في نهر النيل. دي ما تعمل لش صعوبات بالنسبة لتفعيل نهر النيل. بالضبط بالضبط بالضبط. من الممكن اللي نستعين بتكنولوجيا حديثة. من الممكن اللي نعمل مجاري صناعية صناعية حول هذا السد. وده يكون سهلة جدا بتكنولوجيا حديثة. نعمل مجرى حول السد. لو كان السد صعب جدا أنه يتفتح أو يقفل. زي دول إيه على المستوى العالمي؟ في دول كتير جدا زي مثلا ألمانيا. ألمانيا فعلا النهر هناك عندهم برضو. بيحاول أنه لو فيه سدود بيحاولوا إما إما يفتحوها. أو يعملوا مجرى صناعي حوالي هذا السد. وبالتالي لا يعيق أبدا حرية الملاحة النهرية هناك في دولة زي ألمانيا. دول برضو زي جنوب أفريقيا. فأعتقد أننا لابد أن نستعين بخبرات الدول دي كلها. حتى نستطيع أن نحن نحقق النهضة والطفرة الاقتصادية تبدأ من بداية النقل الحقيقي. نورتنا يا دكتور. ربنا يخليك النور لنا. سعيدنا بحضرتك جدا. ربنا يخليك يا أحمد بي. ومتشكل جدا ومتشكل كل السادة للمشاهدين. سعيدنا بالأستاذ الدكتور على أرز. خبير الاقتصاد الاستراتيجي. وسعيدنا بحضرتكم جدا جدا جدا. وانتبع مع بعض في قناتنا. وعليك سعيد. اشتركوا في القناة